نشر المركز الإعلامي لمجلس الوسراء تقريرا تضمن توضيحات تسلط الضوء على التيسيرات الجديدة التي قدمتها الحكومة للمصريين المقيمين بالخارج والراغبين في استيراد السيارات وذلك استجابة لملاحظاتهم وأوضح التقرير أن القرار ينص على السماح للمصري المقيم بالخارج باستيراد سيارة ركوب خاصة واحدة للاستعمال الشخصي معفى من الضرائب والرسوم وأشار التقرير إلى أن التعديلات على القرار تنص على إلغاء الشرط الخاص بإداع المبلغ المتعين سداده قبل التحويل بثلاثة أشهر على الأقل مع الاكتفاء بتقديم كشف حساب بنكي للحساب المحول منه المبلغ فضلا عن إلغاء الشرط الخاص بالتصديق لدى وزارة الخارجية على الإقامة وكشف الحساب البنكي وشهادة بيانات السيارة المقدمة من المصري المقيم في الخارج